يعني اجتمعنا عليه و درءا للفتنة فقال أمير المؤمنين عليه السلام كما اجتمع أهل العجل على العجل الله أكبر و هذا اللي حاصل الآن نفس المنطق نواجه به أنه تعالوا درء الفتنة و خلي اجتماعه ألفا و نتحد إلى آخره و كما اجتمع أهل العجل على العجل نحن بماذا نطالب؟ نطالب بحقنا فقط نحن لا نريد كم مرة يكررها لا نريد إعدام الآخرين لا نريد إلغاء وجود البكريين لا نريد أنه نحن نصف فيهم من الوجود حتى نصف بالتطرف أو الإرهاب أو كذا هذا بهتان هذا أنا فقط أقول أنا شيعي من حقي كشيعي أن أخذ حقوقي و أن أجاهر بعقيدتي و إن كانت تناقض عقائد الآخرين الآخرين عليهم أن يتهذبوا يهذبوا سلوكهم إذا وجدوا شيئا يناقض عقيدتهم أنا أصرح به كالموقف من أبي بكر و عمر و عائشة مثلا عليهم هم أن يتكيفوا مع ذلك و يردوا علينا بالمثل كلمة بكلمة لا يلجأ للإرهاب و العنف أو تحريض السلطات بس هذا الذي نقوله حرية التعبير هل في ذلك جريمة؟ هل في ذلك إثم؟ يأتيك هنا من؟ من هم منك بيك؟ من الداخل الشيعي يقول لك لا تطرح هذا الكلام أسكت عن أبي بكر أسكت عن عمر أسكت عن عائشة ليش؟ يقول لك خوف الدماء ليش من أجل الوحدة الإسلامية الألفة و الاجتماع هذا المنطق كله كان منطق الذين خانوا أهل البيت في ذلك العصر و أدوا بخيانتهم هذه بجبنهم باستسلامهم أدوا إلى أن يستتب الأمر لأعداء أهل البيت عليهم السلام دعموهم و قووهم لأنك لما تسكت عن الباطل و رموز الباطل الباطل يتقوى